كين غريفين شكرا على توجودك معنا في الدوحة نعم أنا سعيد لوجودي معكم هنا اليوم هناك الكثير سوف نتحدث حوله اليوم لدينا علاقة صداقة أنا وكين وكانت لدي فرص كثيرة لاستجوابه وضرقنا لكثير من المواضيع ورأينا كيف تطورت وخصوصا مسألة الجيو بوليتيك أو المسائل الجيو السياسية هذا الموضوع تحدثنا عليه الكثير من المرات لدينا الكثير من التقلبات والأزمات رأينا ما يحصل في أوكرانيا وكذلك في غزة ولدينا المشاكل بين الولايات المتحدة والصين يجب على الكثير من الجهات أن تأخذ محلها من كل هذا ما هي نظرتك حول هذه التوجهات الجيو السياسية وما هي رؤياك خصوصا في ما يتعلق بالاقتصادات الصغيرة ومن منظورك الاقتصادي سؤال مهم جدا منذ سنوات قليلة كانت هناك نظرة إيجابية لهذا العالم كان لدينا أسواق مدمجة وكذلك فرص وحتى بالنسبة لسوق العمل بعد ذلك بدأت الحرب في أوروبا والضغط في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وما نراه يحصل الآن في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس واضح للغاية أننا نعيش في عالم مغير لما كان لدينا في السنوات القليلة الماضية المهم من كل هذا هو أن التحالفات التقليدية ما بعد الحرب العالمية الثانية رأيناها تتقوى رأينا حلف شمال الأطلسي ورأينا كيف الولايات المتحدة وحلفائها كأستراليا والدول في المحيط الهدي هناك تمركز لهذه التحالفات وتجديد لمنظورها أنا كمستطمر يجب علي أن أفكر وأنظر إلى كل هذه الأشياء خصوصا فيما يتعلق في رؤوس الأموال وكذلك السيولة رأينا كيف أن المرء لا يمكنه مثلا من الغرب أن يستمر في الصين وذلك بسبب الضغط في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هناك كذلك بعض المواد التي يمكننا مثلا الاستمار فيها كالنفط وهنا تلعب الصين دورا كبيرا في مسألة الاستمار في هذه المجالات إذن يجب علينا أن نرمم العلاقات الاقتصادية وأن نعيد النظر في كل ما هو جيوسياسي هل لديك بعض التحفظات وهل لديك بعض المشاكل فيما يخص التطور نعم نحن نتعلم حتى اليوم بأننا يجب علينا أن نتعامل مع رأس المال البشر وخصوصا في عصرنا هذا حيث المعلومة تنتقل بسرعة وكذلك يجب علينا النظر إلى الطريق الذي يمشي فيه الإنسان إلى الأمام رأينا بأن هناك الكثير من الاقتصادات والتكنولوجيات الناشئة والأسواق الناشئة كالمركبات الكهربائية ونرى دور الصين في هذا المجال وفي نفس الوقت نرى كيف أن الولايات المتحدة رائدة في مجال الدكاء الإصطناعي إذن يجب أن تكون هناك شاركة لكن لا نراها في هذا المجال إذن هناك خسارة بالنسبة للإنسانية لأنه ليس هناك اندماج وعلاقات فيما يخص الدول هل هناك مخاطر؟ علينا أن ندرك أن هناك مخاطر أكبر بالتالي أصعب أن تدار وهذا الأمر يتماشى مع هذا التعقيد الجيوسياسي بالتالي هذا صحيح أن هناك ربما تحديات أكبر أو ظروف أكبر لم نعتقد أنها كانت موجودة قبل عشر سنوات مثلا بالتالي هذا الأمر ينتقل إلى إدارة الأموال عندما نفكر بكيف في ستتاله وكيف بإمكاننا أن نخفف من تأثير هذه الآثار إذن بالنسبة للحجم وكما مدى تعرضها للإستراتيجية أو أنه حسب القطاع معين هذا هو الدليل لدينا هو ما الذي سيكون متأثراً بالأحداث إذن الإستراتيجية الأخرى التي قد تستخدم في حماية الأموال إذن بالنسبة لهذا الأمراني ربما التي ستركز عليها إذن ذكرت قبل دقائق الصين والإي كما ذكرت اليوم فإن إدارة بايدن هم يضعون تعريف وضرائب كبيرة إذن هذا هو استمرار للسياسات الاقتصادية غير المتماسكة لإدارة بايدن رأينا دفعة المهمة نحو الطاقة الخضراء خلال السنوات الماضية وفي نفس الوقت هنا هذه سياسات متضادة بشكل كبير في محاولة الدولة وأيضاً وضع تعريفات كبيرة على المنتجات الصينية ذات الإسعار المناسبة وذات الكفاءة وأيضاً السياسة الأخرى ورفض الولايات المتحدة في توفير ترخيص الغاز المزهل نحو إذا ما أردنا أن ينتقل العالم أن يتحول بعيداً عن الفحم فإن الغاز المزهل جزء مهم ولكن على ذلك الولايات المتحدة ترفض إعطاء الترخيصات وأيضاً بيع الغاز المسهل إلى دولنا قد لا تملك الولايات المتحدة اتفاقية تجارية معها إذن الولايات المتحدة هي مصدر للغاز المسهل أكبر من قطر نحن بشكل متساوي ومن المهم جداً أنه نفهم أنه إذا ما رأيت أن يكون بلداً أن يعتمد على الغاز المزال هم سيريدون هناك حاجة لمجهزين اثنين الأمر لا يتعلق بالفوز والربح بين الولايات المتحدة وقطر هو وضع يربح فيه الجميع إذا ما رأينا إلى الأسس نريد أن نقوم بكل التجهيز وأيضاً دعم الولايات المتحدة كمصدر الأول للغاز الطبيعي المسهل ربما سيقلل من تأثيره في المنطقة إذن عودة يا فلسطين تحدثنا عن الصين في الماضي وأنتم لديكم أسميه وجهة نظرة بالتأكيد أكثر بناءة من الكثير من الأشخاص التي تحدثت معهم هناك مع ذلك عدائية كبيرة نحو الصين بين الديمقراطيين والجمهورين على حد سواء كيف بإمكانك أن تفسر وجهة نظرك في نظرك إلى الفرص والتحدي الذي يمثله الصين الذي تمثله الصين للولايات المتحدة تحديداً هذا إذن سؤال دعنا نرجع إلى الوراء قليلاً أعتقد أن وجهة نظري نحو الصين يغلفها الاحترام احترام لهذا البلد سحب الكثير مزيد من الناس أكثر عدد من الناس من الفقر خلال الأربعين سنة الماضية في أي مكان آخر في العالم هذا إنجاز اقتصادي كبير أطلقوه في الصين وأيضاً كانت إنجازاً اقتصادياً دعمته الولايات المتحدة نحن نؤمن في أمريكا أن صعود اقتصاديات السوق الحر سيؤدي إلى صعود الديمقراطية الليبرالية وأيضاً هذه قوانين وأمور حصلت في واشنطن ولم تحصل في أماكن آخر بالتالي علينا الاعتراف بأن الهدف للولايات المتحدة هو أن ترى الصعود الاقتصادي للصين وكانت تمل لدفعها نحو الديمقراطية الليبرالية لم يحصل هذا الأمر لم يتحول إلى صعود الديمقراطية لكن مع ذلك الصين هو مركز قوة في الأبحاث وفي مجالات عديدة مهمة لمستقبلنا جميعاً في العالم بالتالي ما كنا قادرين على إبقاء علاقات وبإمكاننا أن نتبادل التكنولوجيا الأفضل بين البلدين وكل الدول حول العالم هناك فرصة جيدة بالتالي لدينا علاقات وكأننا نحاول أن نلحق أو نسبب الألم لبعضنا البعض وهذا أمر صعب أن الصينيين يشعرون بالقلق من الاستثمار في الولايات المتحدة ويجعل الأمريكيين مقلقين من الاستثمار في الصين الأمر سيكون منطقياً إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد أن تجعل من الصين عدوة لها لكن هذا الأمر ليس واضحاً أنا لا أريد أن أجعل أن الأمر يتعلق بالولايات المتحدة أو الصين بالتأكيد أن الصين دعمت روسيا في حربها وأوكرانيا الأمر لا يخلق جواً جيداً مع الولايات المتحدة وبالتالي الأمر يتطلب من البلدين أن يقوموا باتخاذ خطوات مهمة من أجل أن إذا ما كانت حرب باردة أن يزيدوا من حرارة الأمور لكن من أجل تحسين العلاقات والظروف بين البلدين هل بإمكاني قطر أن تلعب دوراً بناء في محادثات السلام أو في الجهد من أجل خلق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذي قد يحل الوضع في غزة وفي حماس أنت كنت صريحاً في مسألة الاحتجاجات الدعم في الولايات المتحدة الدعمة لفلسطين وأيضاً ما حصل في هارفورد عندما هنا في الناس في منطقة الخليج وأيضاً في أنحاء مختلفة بالعالم يرون الفوضى في هارفورد وفي جامعة كولومبيا مثلاً أو أمايتي وجامعات أخرى وتدخل الشرطة لتفريق المحتجين كيف ممكنك أن يشكل أراءهم حول الولايات المتحدة؟ لن تكون الأراء جيدة ما فقد أن ما حصل في الحرم الجامعي هو ليس حرية كلام لكنه فوضع في كولومبيا قاموا بتدمير البناية وتدمير الأثاث بها وبعد ذلك طالبوا بالمساعدات الإنسانية فقط كانت طريقة خاطئة ما رأينا يحصل خاطئ في الجامعات الأمريكية معظم الطلاب يحاولون أن يتعلموا ويحصلوا على تعليم والجامعة يجب أن تحاول أن تشجعهم على إجراء مناظرات بناء بين الطلاب من خلفيات مختلفة سواء كانوا من أصول يهودية أو من الشرق الأوسط من المهم جدا أن الجيل الذي سيدير العالم خلال الأربعين سنة القادمة يحاول أن يتعلم من هذه اللحظة المروعة في التاريخ ونحن في حقيقة الأمر مخيب للأمل أن الكثير مما نراه في الجامعات أنت رأيت الفيديو عندما كان هناك سؤال حول سباب الاحتجاج هم لا يستطيعون الإجابة عما يحدث في العالم وما يحصل هل بإمكان من يراقب من يشاهدنا هنا وحتى في هذا الجزء من العالم أنه ما حصل خلال الانتخابات الأمريكية وبعدها كيف بإمكان السياسات الدفاعية تتغير إذا ما عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إذن إذا ما عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض أعتقد أننا سنرى انطباعاً عالمياً لأمريكا الأقوى إدارة بايدن وسياستها الخارجية السياسات بحد ذاتها هي جيدة لكن الولايات المتحدة لا تظهر المصداقية والقوة في سلوكياتها العالمية إذ أن هذه مكانتها لا تتماشى مع السياسات هذا أمر مختلف في ظل الظروف الجيوسياسية بمعنى أننا إذا ما كان هناك رغبة للدفع برؤية أنه ربما أعتقد أنه أي شخص يعرف الرئيس ترامب يعرف أنه هو ليس شخص فقط تدفعه لرؤية ما يحدث هذه هي استراتيجية الخاطئة مع الرئيس ترامب بالتالي أنا أعتقد أن الرئيس ترامب سيكون لديه أناس جيدين في السياسات الخارجية وفي وزارة الدفاع لكنه أعتقد أنه سيظهر مستوى من القوة سيساعد على دعم استقرار العالم في هذه الأوقات غير المستقرة إذن كان هناك دعم كبير لتقديم المساعدة في أوكرانيا لكن هل تخلت الولايات المتحدة أو الحزب؟ إذن عن أوكرانيا لا يمكننا أن نكون متأكدين حول الرئيس ترامب وهذا هو جزء من السبب الذي هو ربما يعطي شعورا بالخوف لدى أعداء لأنه لا أحد أن يستطيع أن يتنبأ بأفعاله لكن بإثارة هذا الموضوع أعتقد أن رئيس ترامب أعتقد أنه قد تواصل مع بوتين ومع الرئاسة الأوكرانية أعتقد أنه يعرف أنه من المهم للمصالح الأمريكية أن لا ندخل على الشعب الأوكراني في هذه اللحظات الصعبة وأننا نبقي أيضاً نقيد الطموحات الروسية وأيضاً دفع قوية ضد بوتين ربما هي ستكون جزء من المعادلة من أجل تأمين السلام في أوكرانيا ما هو رأيك حول السياسات الاقتصادية؟ هذا صعب من الصعب التنبؤ بهذا الأمر إذن كلا الإدارتين لا تعطيني الراحة فيما يتعلق بالإنفاق الفدرالي لكن ليس لدي أي شك من أن إدارة ترامب ستكون أقل نحو القوانين المقيدة وأيضاً تفكر بشكل أكبر في مسألة دور السياسات الأمريكية يعتقد أن السبب عدم رضا الناخبين الأمريكيين هو أن التضخم خرج عن السيطرة بسبب أن مستوى الإنفاق لإدارة بايدن يسبب ارتفاعاً في أسعار الطاقة وأيضاً زيادة كلفة التصنيع ويؤثر على كل جزء من الاقتصاد بحيث أن الناخبين الأمريكيين يشعرون بالأحباط الرئيس بايدن لا يفهم أن هناك حاجة إلى كسر التضخم من أجل إعطاء الناس شعوراً بالأمن الاقتصادي تحدثنا في الماضي حول توجهات الولايات المتحدة هي الاستهلاك الكثير من الأموال وكذلك أموال دافعي الدرائب وهناك الكثير من المشاكل سوف ارتقى إذا لم نسيطر على هذه ما نوعية الأزمة التي قد نشاهدها أنا لا أعلم كيف سيكون المشهد في المستقبل خصوصاً إذا ما تأثرت الأسواق فالأسواق بشكل عام تكون قادرة على التحكم في نفسها خلال الأزمات نتذكر خلال الأزمة الكبيرة وكانت هناك الكثير من القصص حول التأثيرات التي قد تقع وتذكر ما قالته السيدة الأولى نانسي ريغان وقد هبطت الأسواق عشرين بالمئة والكثير من الأمريكيين عانوا وكل هذا حصل خلال يوم واحد لم تكن هناك قصة طارئة في الأحداث أو في الأنباء إذن لم تكن هناك آثار مسبقة لكل ما حصل إذن إذا ما حصلت أزمة من هذا النوع ونرى بأن هناك تقلبات في أسواق الأوراق المالية إذن ما هو التأثير الذي قد يكون أنذاك وإذا ما رأينا العودة لتلك المشاكل في العالم إذن هذا السيناريو رهيب للغاية نعم بالنسبة لكم أنتم كنتم من المانحين الأقوية للحزب الجمهوري ما هي توقعاتكم أو كيف سوف تدعمون الأحزاب مستقبلا في الانتخابات المقبلة نحن سوف ندعم الحزب الجمهوري في المراحل الأولى أود أن أرى الممثلي الأمة في الكونغرس وكذلك بغرفتين أن يقوموا بعملهم وأن يخدموا المواطنيين خصوصا فيما يتعلق بقدامى المحاربين ولديهم بعض المشاكل التي يعانون منها يجب علينا أن نركز في إيجاد من يمثل الأمريكيين وكذلك كي يقودوا الحزب الجمهوري هل منحتم مساعدات مالية لدونالد ترامب في حملته الانتخابية؟ نحن لم نقوم بذلك حتى الآن هل تودونا أن ترونه مرشحا غير عادي للحزب الجمهوري؟ نحن لا نتوقع أي شيء في الوقت الراهن ولكن سوف نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب قبل أن ننهي حوارنا كان هذه المنطقة غنية بالثروات المختلفة والصناديق السيادية وسهل جدا أن تقوم بجني الأموال هنا بالنسبة لمن لا يقوم بذلك كيف يمكنك أن تقنعهم بالقيام بذلك في هذه المنطقة؟ إذن سوف أتحدث عن إقناع مضارة الإدارات التي أسيرها أو لن أعود إلى هنا بالنسبة لمن يقوم بتثير تلك الصناديق السيادية دورهم مهم للغاية ومهم أن تكون لديك ثقة في الشركات وتلك الصناديق التي سوف تقوم بذورها الإيجابي في التسويق وكذلك في أن تكون لديها تلعب أدوارا مهمة في المستقبل بالنسبة للمداراء الماليين يجب أن يكونوا واقعيين وأن يحموا استثماراتك وأن يتقاسموا الأرباح مع كل المستثمرين في طبيعة الحالة الشركات الكبرى تقوم بذلك مهم للغاية أن تجد مديري الأموال أن يكونوا على ثقة بعملهم وأن يثقوا في ثقافتهم وكذلك أن يحسوا بالعملاء وأن يشاركوا عملاءهم في اتخاذ القرارات نحن في الصناديق التي نعمل من أجلها نعمل كشركاء ونسيقد كل يوم كمستثمرين وشركاء من أجل إيجاد الاستثمارات الجيدة وخصوصا في إيجاد الفرص هنا في الشرق الأوسط شيء آخر من بيني على فكرة عندما سوف تختار طبيب جراحا للدماغ هل أنت سوف تختار طبيب يقبل براتب أقل هذا ما أود أن أقوله يجب أن تختار من سوف يقوم بالمهمة نعم طبعاً أود أن أقول شيئاً مهماً بالنسبة للناس هنا وحول العالم أنتم وزملائكم تقومون بقنص العقول الذكية وكل من لديه كفاءات سواء هنا في الدوحة في الرياض أو في أبو طبي هل قمتم بالتفكير في الاستثمار في هذه العقول هنا؟ نعم يجب أن تكون لدينا استراتيجية واضحة بالنسبة للشرق الأوسط نحن نبحث عن الكفاءات وكذلك عن الفعالية هل يمكننا استقطاب الأدمغة سواء من الدولة نفسها التي نستطمر فيها أو من المنطقة أو من العالم كل هذا مهم هذا يأخذنا إلى الوصول إلى من يدير الأعمال ولكن لن يقودك إلى من يقوم بالعمل من وراء الستار يجب عليك أن تجد مديراً يعمل مع كل الأطراف الذين يعملون معها وأن يقومون باجتماعات على الهواء بعيد إذن هذا نموذج جيد يجب أن تكون هناك حلول شاملة تشمل كل المنطقة والفريق كله يعمل بطريقة ناجحة كين شكراً جزيلاً سيداتي وسادتي نشكر جميعاً السيد كينت كريفين شكراً جزيلاً جزيلاً شكرا